واحدة من اهم الستادي تكنيكس هي اللي هي تكرار المعلومة على فترات متبعدة وده على حسب اخر الدراسات هو من افضل طرق اللي بتنقل المعلومة بتاعتك من الشورت تير ميموري للونج تير ميموري فتفتكرها بشكل افضل وبالتالي تقدر تحل في الامتحان احسن واحد من الابليكيشنز اللي ساعدتني في حفظ حاجات كتير وان انا اعمل لونج تير ميموري للمعلومات الصعبة اللي كانت في المعادلة هو انكي انكي من اهم البرامج اللي استخدمتها في تحضيري لستيب وان والنهاردة انا جاي اشرح انكي عشان هو صعب شوية للناس اللي اول مرة تستخدمه او اللي ملهاش في الكمبيوتر اوي فانا هاخدكم كده استيب باي استيب ازاي تقدر تستفيد من انكي من غير برضو ما اوجع دماغك وهل الموضوع اوفر كومبليكيتد لانه هو يبن للوهلة الاولى كومبليكيتد لوحده وانا عدت فترة اصلا على ما تكيفت الانكي وانكي كمان كم من الحاجات اللي رفقتها او ما قدرتش استخدمها في اول تحضيري وده شيء ندمت عليه جدا في الاخر لما عرفت كمية الفايدة اللي ممكن تاخدها من ابليكيشن زي انكي كفاية بس انه هيخليك ما تغلطش في المايكرو ولا الفارما لو بس هتطلع بالمايكرو والفارما حافظهم كويس من انكي فانت الموضوع ده هيسهل عليك حاجات كتير جدا ودي الطريقة اللي بيذكر بها الامريكان في ناس كتير مبتستخدمش الطريقة دي بس زي ما قلتلكم انا ندمت ان مستخدمش الطريقة دي من الاول خصوصا ان في الفترة الاخيرة من تحضيري كنت بفتح انكي على التليفون لو انت ايفون بفلوس على فانت ممكن تستخدم انكي ويب ومش عايزين نطول في المقدمة خلينا نخش على طول وانا ريكو انكي شغال ازاي وازاي تحمل الجهزة اللي بيكون اصلا الناس قبلك عاملينها يلا بينا اول حاجة هنكتب على جوجل انكي دولودر وهندخل على موقع انكي الرسمي وهننزل تحت هنلاقي دولود انكي فور ويندوز طبعا انا حملته لسا محمله اهو فهتحمله وتعمله انستول زي اي ابليكيشن بعد كده هيزهر معك انكي هتفتح الانكي زي ما انت شايف كده بيكون عندك فيش حاجة مفتوحة خالص او مفيش ديكس مفتوحة خالص هنبدأ ان ايه نعمل تاينك عشان هيطلب مننا الانكي اي دي طبعا انا عندي انكي اي دي وردي كان فيه كل الانكي كاردس اللي انا استخدمتها بس انا عايزة اوريكوا الاول ازاي تختاروا انتو الانكي كاردس وتحملوها او الانكي ديكس وتحملوها وتستخدموها فهنا هندخل نكتب مثلا على جوجل انكي سكيتشي مايك تمام هيطلع لنا على برنامج ريدد اللينك بتاع الانكي هندغط عليه دي بتبقى ديكس او جات جاهزة الناس قبلك دخلت الانتحانات استخدمتها وحافظت بها المنهج مسلا متاع المايكرو فانت كل اللي عليك انك انت هتحملها ده هيسهل عليك بدل ما انت تعمل الانكي بنفسك طبعا انت تقدر تعمل كاردس بنفسك لو فيه مسلا حتى صعبة انت تاخد لها من الكتاب وتحطها فيه انكي وتكتب السؤال بتاعها كل ده هنوريه لكم بالامثلة هنعمل التنزيل على اي حال وهنبدأ ان ننزل الانكي ديك بعد ما ينزل معانا بس هنضغط عليه هيفتحها طول معانا فيه في البرنامج نفسه طيب هنا معانا خلص تحميله هنضغط عليه ضغطة واحدة طيب وهنا بدأ يعمل امبورت لكاردس هنستنيه يخلص طبعا وقت الامبورت بيختلف على حسب حجم الديكس ذات نفسها قديه انا هعمل لكم لبعض الديكس اللي هي انا استخدمتها واللي هي فيها المعلومات اللي انت محتاجة تعرفها من غير لان فيه ديكس زي زانكي فيها مسلا اكتر من 30 الف كارد فدول هيبقى صعب جدا ان انت تخلصهم وقتحس انك وقتسيب انكي وده كان سبب ان انا سبت انكي في الاول فانت لازم تختار الانكي زي اللي انت تستخدمها الانكي ديكس اللي هتستخدمها بعناية عشان ما تعقدكش لان قريدي الموضوع مفتوح وممكن تتوفي جدا خلينا نعمل دلوقتي ظهر عندنا سكيتشي مايكرو طبعا مميزات انكي زي ما احنا شايفين اللي هو انت حرفيا كل حاجة معمولة ومتقسمة لو دخلنا مثلا على واحدة من الجرام بوزيتيف كوكاي زي الباسيلاس انثراكس هندخل نلاقي الكاردز بتاعتها موجودة هاي يقول لك باسيلاس سبيشز قر لي اربعة من الكاركتريستيكس بتاعتها هاي طلع لك هاي الكاركتريستيكس بتاعتها مثلا فانت بتحفظها بقى عن طريق انك انت بتشوف الصورة وحاولت لينك الصورة في دماغك مع المعلومة ده يخليك تفتكرها بشكل احسن بكتير حرفيا في الامتحان انا كنت لما بتسيل على المايكرو بحس ان الصورة جاست ظهرت قدامي في ثانية واحدة والي جابة على طول نطت في دماغي فيعني انتم مش متخيلين الاول موضوع بيكون متعب شوية بس سداني جدا ولازم بعد كده انت بيبقى عندك اربع اختيارات تحت زي ما احنا شايفين لو انت مش عارف الكارد ولسه بتحفظها بيكررها لك بعد تين مسلا وبعد كده هيبقى في اللي هو بتظهر لك بعد اربعة اي النمج نفسه بيبدأ بقى يعرف ايه الكاردس اللي انت عندك نقطة ضعف فيها فيتكررها لك اكتر والكاردس اللي انت كويس فيها اللي انت بتقول فيها مسلا انها جود او ايزي فيبدأ يظهرها لك على اه مسافات ابعد او على ازمنة ابعد بحس انها كل شوية عمل المعلومة في دماغك ده هيفيدك جدا في ان المعلومة تتنقل على طول للونج تيرم ميموري عندك فزي ما احنا شايفين مسلا نعمل اجين هتقول مسلا انها ممكن تعمل مسلا بتعمل بلاك سكار مسلا بتعمل بلاك سكار وبلاك س شوفها انا حتى حافظهم من ساعتها رغم ان انا خلص انت حان بقى لي اكتر من شهر تريبا بس بفتكر شكل الصورة وبفتكر المعلومات فحرفين انت كأنك بتعمل للكونتنت ده في دماغك وانا بعمل منتاج للفيديو دلوقتي اكتشفت ان فيها حتى مهمة جدا انا ما قلتهاش في الفيديو وهي تكملت المفروض تمشي عليها في عشان تاخد او مايبقاش في مشاكل مع تكرارها الكتير كاب بتحصل مع معظم الناس هي انك هتحط او انك تخلي تكرر على فترات مناسبة تقدر من خلالها تحفظ او تبقى متمكن من الكارد قبل ما الكارد دي تبقى جرادويتد او توصل لانها تكون حافظة او عشان برضو الكارد متتكررش كتير اول حاجة لليرنين كارد دي هنخلي تكرر على وخمسةاشر يعني الكارد الجديدة هتعدي عليك وهترجع هتعدي عليك تاني بعد خمستاشر د empathy إذا ابتا جاوبتها صحبت بتروح لي ال langريب الأول وهو انها تبقى أو نص يعني ايه انت جاوبتها مرة صح? انت عشان تجاوبها وتبقى جرادويتد كارد هيبقى المفروض ان ان انت تج بصح اربع مرات متتالية. فالمرة التانية هتبقى الف ربعمائة واربعين والمرة التالتة هتبقى تمنتلاف ستمائة واربعين اللي هم حوالي ستة ايام. بعد كده دي هنغيرها لخمستاشر دي. وايزي هنغيرها لسيكستي دي. ولازم نكون في حتة دي اللي هو جد الكارد اللي هي سهلة لدرجة ان انت مش محتاج تفكر او ان انت هتدوس عليها دي كارد ما كانش همفروض تتعمل فيه الاساس. للو انت اللي بتعمل كاردس اما بالنسبة للكاردس او الديكس اللي انت بتحمل اجازة. فلما تضغط ايزي الكارد دي هتظهر لك بعد شهرين. فانا شايف ان الانترفال دي هتكون كويسة للكاردس السهلة اوي اللي انت مش عايز توجع دماغك بها وتشوفها وتتكرر معك كل شوية هتقوم ايه حاطتها ايزي هتبنى لك بعدها بفترة طويلة يعني. وهنيجي هنا هنعمل ست ليه الانسيرشن اردر اللي هو هيزهر لك فيها الكاردس هنعملها راندوم لان دي بتبقى احسن لانك انت لو فيه معين للكاردس بتكرر بالترتيب معين مخك ساب كونشوس بيحفظ ترتيب الاجابات. مش بيبقى عارف اجابة السؤال فعلا لأهو بيبقى حافظ ترتيبها فالاحسن انك تخليها راندوم عشان فعلا تتبر فكرة انك حافظ الكارد دي ولا لا. بعد كده نيجي اللابسيس اللابسيس دي تمانية لابس معنى اللابس ريشولد دي تمانية لابس يعني انت لو غلطت في كارد كات جرادويت تمن مرات وربعة الكارد دي بتتحول انها تاج واللغاريتم بيعلمها ان دي كاردس صعبة وانت بتغلط فيها كتير في بده يكررها لك بشكل اكتر عشان تقدر تحفظها احسن. طبعا ما ننساش في الاول ادي للمتس نرفعها عليه لحد الاقصى اللي هو ساعة تسعمائة وتسعمائة وتسعمائة وتسعمائين عشان ندي فرصة له اللغاريتم ان هو اللي احنا حافظينها او يقدر يعرف اللي ظاهرها لك الاول لان اللغاريتم كويس جدا في الحتة دي فما تحطش اللي هو خمسين في اليوم او كده لان ده مش هيفيدك او مش هيخلي اللغاريتم ياخد رحته في ان هو يطلع لك اللي انت المفروض تحفظها وانت كل يوم تتعمل على قد ما تقدر مسلا ممكن ساعة في اليوم دي الاوقات البينية اللي هي مسلا انت راكب مواصلات بوقت انتظار مسلا في عيادة او في اي حاجة هتطلع انكي وتبدأ تحل عادي وفي الاخر هنعمل ان دي الديفولت ونعمل لها سيف وكده دي تكون الاعدادات اللي احنا هنستخدمها لانكي كاردس نقطة اخيرة حابب اتكلم عنها وهي يعني ما تستخدمش انكي كمين سورس لان الاختبار او الامتحان اللي اسم ليه استيبان بيختبر وفهمك العميق للكونسبت مش حفظك لها فانكي معمول عشان الحاجات اللي محتاجة حفظ فقط وانت قريدي فهمها يعني هو يعني حاجة بتكمل تحضيرك للمعادلة امش هو الاساس لان في ناس كتير بتفتكر ان هي مسلا تحملك حوالي تلاتين الف كارد وان ده هيكون هو المين سورس بتاعه ولا غلط خالص اهم حاجة هي وانا هتكلم عنهم ان شاء الله في فيديو تاني واعلمك ازاي تحل الكويس بانكس بشكل كويس وتستفيد منها اقصى استفادة ممكنة ومضوعش في الاقطاع اللي انا وقعت فيها واخرتني كتير جدا في التحضير كده انكي هيبقى حلوة قوي في المواد اللي فيها حافظة كتير زي الفرما والمايكرو دولة اهم مادتين هتستعمل فيهم انكي غير كده انكي مش لازم يكون ضروري جاست كونسيبتس اللي بتلغبط قوي ممكن تعملها انكي لوحدها برضو بالمناسبة دي حتة مهمة جدا انك ممكن تعمل اكتر من يوزر في انكي الاكتر من يوزر ده بيديك فلكسبيليتي ان اه مسلا انا هعمل يوزر دولة ان خلاص مش عايز امسح الحاجات اللي كانت موجودة عندي او الانكي ديكس اللي كانت موجودة في خليهم فيوزر مختلف عن مثلا فهنعمل اد يوزر وندخل النيم اللي هو بتاع عشان نجيب الديكس بتاع تيب وان نعمل اوبن بعدين هنعمل عشان انا هنزل من على الكلاود لان انا كنت رابط الانكي بتاعي بالايميل ودي نقطة مهمة جدا او خطوة مهمة جدا في انك تقدر تشغل انكي على التليفون لو انت ما عندكش انكي اب فانت هتعمل على عن طريق التليفون عشان انا ببقى شايف اسهل برضو انك تتعلم بانكي على التليفون اسهل من ان انت تبقى مربوط بالكمبيوتر او قاعد جنب الكمبيوتر لا انكي على التليفون بيكون حرفين في اي حتة او في اي مكان تقدر تستخدمه فهدخل الايميل بالباسور دي بتاعيه دلوقتي انكي هيبدأ يدون لود زي ما قلتلكم اللي انا قريدي اعملها من على كمبيوتر تاني خالص ودي حلاوة انكي ان هو في انتجريشن زي شايفين في لحظات انكي بقى قدامي كل اللي انا استخدمتها قبل كده طبعا انت بتسيبه فترة يكمل لحد ما العلامة دي تروح عشان يكون كل الكاردس والديكس دي اتحملت ولو حد عنده اي اسئلة ياريت يحطها لي فيه الكومنت اتمنى يكون الفيديو ده فادك اكمل شير ولايك وسبسكرايب